النهاردة الإسماعيلي بيفرح النهاردة الإسماعيلي بيفرح يا جماعة طيب تعالوا روح ليه لأخبارنا النهاردة مصدر مطلع داخل نادي الزمالك قال ان تشخيص المبدأ لإصابة مع حمود حمدي الوينش عبارة عن كدمة في الرجبة اللعبة هيجري أشعة غدا إن شاء الله عشان يحدد نوايات الإصابة وإن شاء الله إن شاء الله لاجل جماهي النادي الزمالك الوينش ما يكونش عنده أي مشكلة كبيرة بإذن الله عايز بس قبل ما أروح ليه حديث مهمة عن التراجي أو بس عن تصريحات مهمة لأسوريو النهاردة أسوريو النهاردة تحدث عن سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي وقال إنه تقال إنه لاعب مهم عشان كان لعبت حسام عبد الميجيد في النص وما شفتش كده في الملعب سيرجي أكا النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا مع الإسماعيلي وحسام عبد الميجيد لم يوفق في هذا المركز ولكنه أيضا لاعب جيد بس ما يوفقش في هذا المركز فالخطأ كان عنده أسوريو بالمناسبة أنا ما زلت أرى إنه أسوريو وارد جدا ويبقى مدرب ناجح معناه دي الزمالك الظروف كلها صعبة بالمناسبة يعني الظروف كلها في الزمالك وانتوا فاهمين كل حاجة يعني من بعيد ومن قريب صعبة وان إنها تتحسن الأيام والشهور القادمة طبعا فبرضو الحكم عليه لسه مبكر حتى مع هزيمة اليوم اشتركوا في القناة